طريقة استنباط الأحكام الشرعية في حوزة النجف من أين جاءوا بها سؤال لا بد أن يطرح هل جاءوا بها من منهج العترة الطاهرة ما هو الدليل على ذلك عليهم أن يقيموا دليلهم على هذا بالنسبة لي على الأقل عرضت بين أيديكم مثالا وسأعرض ربما مثالا آخر وربما أكثر بحسب ما يسنح به الوقت في الحلقات القادمة المتبقية من حلقات هذا البرنامج عرضت بين أيديكم مثالا لاستنباط حكم شرعي تتوقف عليه الصلاة وأنتم رأيتم كيف تتجمع الآيات والروايات والأدعية والزيارات وتنتهي عند نقطة واحدة منذ أول حديثي إلى أن أكملته قبل قليل لو أن رساما رمز لكل آية ولكل رواية ولكل كلمة من كلماتهم برمز من الرموس فإنه سيشكل تصميما متكاملا بناءا هندسيا موحدا في أروع ما يكون فالآيات والروايات والأدعية والزيارات يشد بعضها بعضا وتنتج لنا بنيانا فكريا مرصوصا هذا هو الذي رأيتم أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة لقد تحدثت معكم بنحو علني وفي بث مباشر وعرضت الحقائق بين أيديكم ولو رجعتم إلى ذلك البناء لما وجدتم فيه جزءا هشا إنه بناء مرصوص إنها حكمة متماسكة من حكمة محمد وعلي وآلهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أتحدث في هذا الجانب وأعود إلى سؤالي ليس هناك من وجه مشابهة مطلقا بينما بينما شاهدتموه فيما أدعيه على الأقل بالنسبة لي من أن عملية استنباط الأحكام الشرعية وفقا لمنهج محمد وآل محمد تجري بهذا الأسلوب ما يجري في أجواء حوزة النجف لا علاقة له بالذي تقدم طرحه من أين جاءوا بطريقتهم هذا إن كانوا جاءوا بها من الأئمة فأينما تحدث عنه الأئمة من التفهيم والتفقيه أين هو هذا ما هي دلائله إشاراته في كل النتاج الفقهي منذ الطوس وإلى يومنا هذا ليس هنا كلام عين ولا من أثار ولا من رائحة ولو من بعيد كلما تمر الأيام كلما يزداد المنهج النجفي بعدا عن آل محمد وسأضرب لكم أمثلة من واقع المرجعية المعاصرة وتحديدا من واقع المرجعية السيستانية لأنها هي المرجعية الحاكمة وهم كما يزعمون من أنها هي المرجعية الأعلم سأقف عندها في الحلقات الآتية كي أضرب لكم أمثلة من واقع هذه المرجعية التي هي مرجعية النجف في يومنا هذا فمن أين جاءونا بطريقة الاستنباط هذا إذا كان هناك من يدعي من أنهم جاءونا بها من محمد وآل محمد فليقيم لنا الدليل مثلما أقمت دليلا عمليا بين أيديكم فليعرض لنا كيف يستنبطون أحكامهم ما هي كتبهم موجودة ونحن نعرف ذلك وقد حدثتكم عن عملية الاستنباط والاجتهاد وقرأت لكم ما ذكره محمد باقر الصدر عن تجربته الاجتهادية وعن حالة عدم الاطمئنان التي تسكنه وتسكن جميع المجتهدين إنهم في حال تردد في مطلق العملية الاجتهادية فهل يُعقل هذا أن تكون هذه العملية وهذه الطريقة جئ بها من آل محمد أيه رائن هذا جئ بها من النواصب الذين يحاولون أن يضمدوا جراحاتهم العلمية والعقائدية والفكرية من خلال القياس والاستحسان وأمثال ذلك وهؤلاء في النجف ركضوا وراءهم ولكنهم غلفوا ذلك بأغلفة من التدليس والتلبيس علينا وضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون على أنفسهم ويضحكون علينا إلى هذه اللحظة إذا كانوا جاءوا بطريقة الاستنباط هذه من آل محمد فليعرضوا لنا طريقتهم وأنتم قارنوا بين الطريقة التي تحدثت عنها وبين الطريقة التي عندهم وستجدون فرقا شاسعا إنه أبعد مما بين السماء والأرض عن منهج محمد وآل محمد أبسط شيء يمكننا أن نقوله إذن لماذا أنتم تخرجون بهذه النتائج مرة بفتوى لستم مطمئنين لصحتها وأخرى بمستوى الوجوب الاحتياطي وأخرى بمستوى الوجوب الاستحبابي وأخرى بمستوى ما يسمى برجاء المطلوبية وفي كثير من المواطني تدفعون الناس إلى الاحتياطي وهذا الاحتياط ما هو الاحتياط الممدوح إنه الاحتياط المذموم الذي ابتدعتموه لنا فيما بين هراء المجتهدين والفقهاء من فقهاء الشيعة لا من فقهاء العترة الطاهرة الذين مر الحديث عنهم ومر الحديث عن مواصفاتهم بحسب فقه آل محمد لا بحسب فقه حوزة النجف كل ذلك مر علينا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج أتمنى على الذين ما تابعوا تلك الحلقات أن يعودوا إليها وقناة القمر ستعيد بث هذا البرنامج قطعاً في الوقت المناسب بعد أن تكتمل حلقاته التي بين أيدينا إذا قال قائل من أن الطريقة هذه ابتدعها مراجع الشيعة فإن الحاجة أم الأختراع فهم يحتاجون إلى طريقة في استنباط الأحكام الشرعية وقد ابتدعوا هذه الطريقة وهي طريقة صحيحة ما الدليل على صحتها هل أمضاها لكم صاحب الزمان إذا كنتم أنتم الذين ابتدعتم هذه الطريقة ما الدليل على صحتها وحتى لو سلمنا أن الطريقة صحيحة وفقاً لما أنتجه العقل البشر وابتدعه مراجع الشيعة في حل مشكلتهم لاستنباط الأحكام الشرعية وكما قلت فإن الحاجة كما يقولون أم الأختراع فهم اخترعوا هذه الطريقة وهي صحيحة حتى لو افترضنا أن الطريقة صحيحة ما الدليل على أن عملية الاستنباط تحصر بهذه الطريقة لماذا يكون العمل محصوراً بهذه الطريقة بإمكان أي شخص آخر في الجو الشيعي من المتخصصين أن يأتي بطريقة أخرى لماذا طريقتكم تكون هي الطريقة وانتهينا التي يجب أن يستنبط على أساسها الحكم الشرعي لماذا تتم عملية الحصر بهذه الطريقة حتى لو كانت صحيحة السؤال الأول هل جئتم بها من آل محمد إذا كنتم تدعون ذلك فأين الدليل لأن الموجود في أحاديث العترة يتناقض ويتعارض بدرجة كاملة مع منطق طريقتكم الاستنباطية إذا كنتم تقولون من أن المراجع هم الذين جاءوا بها لحاجتهم فإن الحاجة أم الاختراع لا بأس بذلك ما الدليل على صحتها ما الدليل على أنها مقبولة عند إمام زماننا خصوصا ونحن نرى حالة الاضطراب والتردد والشك والاحتمال في كل العملية الاستنباطية والاجتهادية عند مراجع النجف وهذا واضح للذين يعرفون أغوار ما يجري في النجف وللذين سبروا عملية الاستنباط وعملية الاجتهاد هذه قضية معروفة لا غبار عليها على الأقل عند المتخصصين من أمثالي ولو افترضنا أنها صحيحة من نتاج مراجع الشيعة لماذا يحصر الاستنباط بها خصوصا ونحن نشاهد أن النتائج لا تنسجم مع تطور الحياة حتى لو افترضنا أن الطريقة صحيحة وأن المجتهدين حينما يمارسون اجتهادهم واستنباطهم وفقا لهذه الطريقة لا يكونون في حالة تردد ولا ينتجون لنا ما يسمى بالاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي وما هو بعنوان رجاء المطلوبية وأمثال ذلك وإنما يخرجون لنا فتاوى صريحة واضحة بمستوى علمي واضح وهم متأكدون من ذلك من دون ظنون واحتمالات وترددات وشكوك وشكوك لكن الواقع يشهد من أن الذي تنتجه هذه العملية الاستنباطية لا يتماشى مع واقع الحياة اليوم في كثير من الموارد فلماذا يحصر الاستنباط بها لا هي من آل محمد ولا يوجد دليل على صحتها بالمطلق وليس هناك من إمضاء من الحجة ابن الحسن صدر بخصوصها فلماذا كل هذا التقديس وهذا التهويل لهذه العملية الخرقاء وتضحكون على الشيعة وتقولون من أن الاجتهاد ملكة قدسية كيف يكون ملكة قدسية وأنتم تعيشون الشك والتردد في كل أحوال عملكم الاجتهاد وتصدرون الفتاوى ولستم متأكدين من صحتها ولذا تقولون لمقلديكم من أن العمل بهذه الفتاوى مبرئ للذمة ومجز إن شاء الله تعالى فكيف كان الاجتهاد ملكة قدسية كل هذا ضحك على ذقوننا وهو ضحك على أنفسكم أنتم تضحكون على أنفسكم يا لخيبتكم ربما يدعي مدعي من أن الإمام الحجة طيلة عصر الغيبة كان من وراء ستار يصل تأييده لمراجع الشيعة لا يوجد دليل على ذلك ولو أن بعضا من علماء الشيعة تمتع بنحو علاقة مع صاحب الأمر فذلك لا يعني أن العملية الاجتهادية قد حظيت بإمضاء وتوثيق من الإمام الحج ما هو الدليل على ذلك أحاديث أهل بيت العصمة مصادرها معروفة أسانيدها معروفة وأنتم نسفتم أكثر من تسعين بالمئة السيستاني نسف أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من أحاديث العترة الطاهرة مرجعية النجف تنسف أكثر من تسعين بالمئة من حديث محمد وآل محمد بقذارات ما يسمى بعلم الرجال الذي جاء به من النواصب كيف نصدق مثل هذا الهراء أعطونا دليلا واضحا أن الإمام الحجة أيد هذه الطريقة الاستنباطية ونحن في الوقت نفسه نجد أن الطريقة الاستنباطية هذه توصلنا إلى أي شيء بحسب قواعدها الرجالية توصلنا إلى تضعيف روايات وأحاديث ولادة إمام زماننا فأي طريقة استنباط هذه الطريقة التي توصلنا إلى هذه النتيجة وصاحب الأمر يؤيدها أيه رائع هذا أنا لا أريد أن أتحدث عن الجهات السلبية التي لا تعد ولا تحصى لطريقة الاستنباط هذا لا أجد وقتا لذلك ربما أتحدث عن هذا الموضوع في برنامج خاتمة ملف الكتاب والعترة إذا وفقت لذلك وسنحت الظروف كي أقدم هذا البرنامج بين أيديكم إذن ما هو الدليل على صحة نتائج هذه الطريقة الاستنباطية التي يعتمدها مراجع النجف لا يوجد أي دليل أما إذا أردنا أن نتحدث عن الحقيقة فإنهم جاءوا بها من الشافع وهذا يكفي دليلا على بطلانها لا علاقة لها بمحمد وآل محمد وأدل دليل على ذلك النتائج التي يصلون إليها من خلال عملية الاستنباط هذه على المستوى العقائدي أو على المستوى الفتوائي إنها تتناقض وتتعارض وتتنافر مع ذوق محمد وآل محمد هذا هو الذي يجري على أرض الواقع في حوزة النجف وفي أجواء مرجعية النجف كلام وجيز لأنني إذا أردت أن أفصل القول فسأحتاج إلى عدة حلقات إنما أوردته وذكرته لاعتبار أنني قد عردت بين أيديكم نموذجا وقفت عنده طويلا لاستنباط حكم شرعي تتوقف صحة الصلاة على بيانه عردته بين أيديكم لأنني عردت هذا الأنموذج فلابد أن أعرج ولو بشكل موجز ومختصر كي أحدثكم عن عملية استنباط الأحكام الشرعية في أجواء الحوزة النجفية نذهب إلى فاصل مثال عن واقع حوزة النجف منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا هذه رسالة المقنعة لشيخنا المفيد رحمة الله عليه المتوفى سنة أربعمية واثلاثة عشر للهجرة إنها الرسالة العملية التي كتبها لأجل أن يعمل بها الشيعة هذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الأولى وقد قرأت هذا عليكم فيما تقدم لكنني أعيده كي ألفت أنظاركم إلى مثال عملي محسوس عن واقع حوزة النجفي منذ بداية تأسيسها وإلى يومنا هذا كي تعرفوا هراء هذه الحوزة وهزال هذه الحوزة وكذبا يحدثوننا عن تحقيق وعن علم كل ذلك هراء لا تقبلون كلامي هذا أمر راجع إليكم إنني أتحدث عن قناعتي تلك هي قناعتي التي تتبعتها عبر عقود من الزمن أما أنتم ما بذلتم أي جهد هكذا تقولون الكلام بسبب الصنمية والديخية في اتباع هذه المؤسسة في النجف أنا أعرض الحقائق بين أيديكم خذوا هذا المثال ماذا كتب المفيد في أول رسالته العملية تحدث عن أن شخصية مهمة طلبت منه تأليف هذا الكتاب من جمع مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشراء الإسلام ليعتمده المرتاد لدينه فهذا الكتاب لأجل الاعتماد عليه ليعتمده المرتاد لدينه ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه ويكون إماما للمسترشدين فهو متأكد من صحة ما في كتابه هذا الذي يقول عن كتابه هكذا مراجع اليوم ماذا يقولون مراجع اليوم يقولون العمل بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى من جمع مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشراء الإسلام لماذا لأنه كان يجمع الأحاديث فقط يبوبها ويرتبها فهذا هو حديث العترة الطاهرة وقد أخذه من الكتب القديمة من نفس الكتب التي أنا أحدثكم بها من جمع مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشراء الإسلام ليعتمده المرتاد لدينه ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه ويكون إماما للمسترشدين ودليلا للطالبين وأمينا للمتعبدين يفزع إليه في الدين ويقضى به على المختلفين إلى آخر كلامه إذن المفيد حين ألف هذا الكتاب على الأقل من وجهة نظره المفيد ليس معصوما إنه يتحدث من وجهة نظره بالنسبة له هو متأكد من كتابه هذا وجعله أساسا ليعتمده المرتاد لدينه ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه ويكون إماما للمسترشدين ودليلا للطالبين وأمينا للمتعبدين يفزع إليه في الدين فماذا ذكر في أحكام الصلاة ذكر في صفحة 104 بحسب هذه الطبعة ذكر دعاء التوجه في الصلاة والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وجاء فيه ذكر أمير المؤمنين مر هذا الكلام لا أريد أن أقرأ ما جاء في الدعاء الشريف مر علينا في الحلقات الماضي هذا في صفحة 104 دعاء التوجه وفي صفحة 114 جاء ذكر السلام وجاء فيه سلام على الأئمة الراشدين سلام على أئمتنا المعصومين صلوات الله عليه لما قام الطوس مؤسس حوزة النجف بشرح هذه الرسالة ومثل ما قال في مقدمة كتابه تهذيب الأحكام الذي هو شرح لرسالة المقنعة من أنه سيتتبع ما جاء في هذه الرسالة مسألة مسألة لماذا علس دعاء التوجه الذي فيه ذكر أمير المؤمنين وجاءنا بدعاء توجه من رواياتنا موافقا ومطابقا لما عليه الشافعي والحال هو أيضا علس وحذف ما رواه المفيد من صيغة من صيغ التسليم لختم الصلاة فيها سلام على الأئمة المعصومين حذف هذا وجاءنا بصيغة أخرى ليس فيها من سلام على الأئمة المعصومين فيها سلام على الأنبياء على المرسلين على الملائكة لكن ليس فيها من سلام على أئمتنا لماذا قام بهذا هذا هو كتاب المفيد وهو أخذ على نفسه عهدا من أنه سيتتبع ما ترجمه المفيد ما ذكره المفيد مسألة مسألة لماذا حذف هذه النصوص على الأقل أن يذكرها ولا المفيد وتبينون للشيعة من أنه قد ورد عن أهل البيت هكذا لماذا لم تفعل ذلك مع أن المفيد روى هذا عن الأئمة صلوات الله عليه وقال ما قال عن كتابه هذا هو هو قد حقق الأمر بنفسه كي يجعل هذا الكتاب مفزعا للشيعة في أمور الدين فلماذا لم تشكلوا على الطوس ولماذا لم تبينوا هذا الأمر في كتبكم في دروسكم دعكم من الإشكال على الطوس لماذا لم تعتمد هذه الروايات وهي مأخوذة عن آل محمد والمفيد اعتمدها اعتمادا كاملا في هذا الكتاب من وجهة نظركم تكون ضعيفة الأسانيد لا بأس إذن لماذا ذهبتم إلى كتاب الإرشاد واعتمدتم على ما فيه وكتاب الإرشاد كتاب أشبه بكتب التأريخ ونقل فيه عن المؤرخين من غير شيعة آل محمد الشيخ المفيد الإرشاد إنه في سيرة حجج الله على العباد الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد ابن جبير الطبعة الأولى ألف أربعمائة وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدس لاحظوا ماذا قال الشيخ المفيد في مقدمة الكتاب إنه لا يعتمد كل ما في كتابه هذا هو الشيخ المفيد وإنما ترك الأمر للذي يراجع الكتاب هناك من طلب من المفيد أن يؤلف كتابا في هذا الموضوع فماذا قال في المقدمة وبعد فإني مثبت بتوفيق الله ومعونته ما سألت أن يدك الله هناك من سأله أن يكتب كتابا في هذا الموضوع فلهذا يقول فإني مثبت بتوفيق الله ومعونته ما سألت أن يدك الله إثباته من أسماء أئمة الهدى عليه والسلام وتأريخ أعمارهم وذكر مشاهدهم وأسماء أولادهم وطرف من أخبارهم المفيدة لعلم أحوالهم لأي شيء لتقف على ذلك وقوف العارف بهم ويظهر ويظهر لك الفرق ما بين الدعاوي والاعتقادات فيهم فتميز فتميز بنظرك فيه ما بين الشبهات من والبينات وتعتمد الحق فيه اعتماد ذوي الإنصاف والديانات إنه يرجع أمر التقييم والتمييز إلى القارئ ما قال اعتمد على كل شيء في هذا الكتاب في بعض المواطن صرح من أنه هو يعتقد بهذا الشيء هو يعتمد هذا الشيء ولكن أغلب الكتاب لم يصرح المفيد من أنه يعتمده وإنما أرجع الأمر إلى القارئ أقرأ عليكم كلامه مرة أخرى كي تعرف سوء موقف مراجع النجال وماذا أنتجت لنا من القباحات والقذارات هكذا يقول المفيد فإني مثبت بتوفيق الله ومعونته ما سألت أيدك الله إثباته من أسماء أئمة الهدى وتأريخ أعمارهم وذكر مشاهدهم وأسماء أولادهم وطرف من أخبارهم المفيدة لعلم أحوالهم لتقف على ذلك وقوف العارف بهم ويظهر لك الفرق ما بين الدعاوي والاعتقادات فيهم فتميز بنظرك فيه ما بين الشبهات من والبينات وتعتمد الحق فيه اعتماد ذوي الإنصاف والديانات لقد أرجع الأمر إلى القارئ وإلى الشخص الذي طلب منه تأليف هذا الكتاب إذن يجب عليكم أن تتعاملوا مع هذا الكتاب على الأقل وفقا لطريقتكم في تحقيق الأسانيد أليس كذلك إذا كنتم هكذا تعاملتم مع المقنعة التي هي في غاية الوثاقة والاعتماد عند المفيد نفسه مثل ما قرأت لكم في المقدمة ومن أنه جعلها إماما ومفزعا في الدين ما أنا قرأت هذا عليكم مع ذلك فعل الطوس ما فعل وما علقتم على ذلك وأنتم جئتم الطوسي توفي سنة أربعمية وستين وأنتم جئتم من أربعمية وستين إلى يومنا هذا ألف أربعمية وواحد واربعين لن تقدتم الطوسي ولا قلتم شيئا دعونا من هذا لماذا لم تعرضوا هذه الروايات وتتبنوها تعتقدون أنها ضعيفة لا بأس لماذا لم تطبق هذا القانون على هذا الكتاب مع أن هذا الكتاب ليس له من الوثاقة عند نفس مؤلفه هو يقول للقارئ أنت ميز الأمور بنفسك فتميز بنظرك فيه ما بين الشبهات من والبينات هناك شبهات وبينات وتعتمد الحق فيه اعتماد ذوي الإنصاف والديانات إذن لماذا اعتمدتم على الذي نقله المفيد في كتابه هذا عن حميد ابن مسلم حميد البعض يقرأه حميد ابن مسلم ويبدو أن الأصح هو حميد ابن مسلم على أي حال إن كان هو حميد كان حميد ليس مهما ينقل لنا عن حميد ابن مسلم من دون مصدر معين ومن دون سند معين صفحة 351 قال حميد ابن مسلم فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله إلى آخر ما قال إنه يتحدث عن حالة الهجوم على خيام الحسين بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه ويستمر إلى أن يقول وعلي بن الحسين فيهم في العائلة وهو مريض بالذرب وقد أشفى أشفى يعني قارب على الهلاك وقد أشفى فلان أشفى يعني قارب على الهلاك لشدة مرضه وهو مريض بالذرب الذرب الإسهال الشديد الشديد جدا هذا الكلام نقله حميد ابن مسلم إنني أقرأ من صفحة 352 ورواية حميد تبدأ من صفحة 351 قال حميد ابن مسلم إلى أن قال وهو مريض إمامنا السجاد بالذرب بالإسهال الشديد وقد أشفى أشفى على الهلاك هذا الكلام نقله المفيد عن حميد ابن مسلم من دون مصدر من دون سند حميد ابن مسلم ينقل حادثة في بداية سنة واحد وستين للهجرة إنه اليوم العاشر من شهر محرم في السنة الحادية والستين من الهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عشرة لا مصادر لا أسانيد لا أي شيء مباشرة نقله عن حميد ابن مسلم حميد ابن مسلم وظيفته الأساسية هي الكذب على أهل البيت لو كان من الذين قتلوا الحسين بسيوفهم ربما يكون الحال أهوا حميد ابن مسلم مثل ما في زماننا إعلاميون كان إعلاميا كان يكتب الأحداث من قبل عبيد الله بن زياد كان يؤرخ يقرر الأحداث من قبل عبيد الله بن زياد فيكون هذا الأمر مثارا للشك أكثر ربما لو نقل ذلك شمر بن ذي الجوش ربما يكون أهوا لأن شمر قتل الحسين بسيفه وما قتل الحسين بقلمه هذا حميد من الذين قتلوا الحسين بأقلامهم يجب علينا أن نتجنب عن أقوالهم على الأقل عن الأقوال التي تلحق السوء والنقص بآل محمد فلماذا يا مراجع النجفي اعتمدتم هذا القول فطرتكم فاسدة نعم لو كانت فطرتكم سليمة لما اعتمدتم هذا القول سوء توفيق نعم التوفيق منكم مسلوب لو كان عندكم أدنى توفيق لما أخذتم هذا الكلام كذابون نعم كذابون لأنكم تقولون من أنكم محققون مدققون من جو إذا كنتم محققين ومدققين يا غبران فلماذا ما حققتم ودققتم هنا ما هذا الكلام إلى يومنا هذا تقولون به في موسوعاتكم في موسوعاتكم في كتبكم في أحاديثكم في فتاواكم في الأسئلة التي تجيبون عليها على مواقعكم على منابركم خطباؤكم الذين يتقيأون خر أن تعلموه منكم يتقيأون هذا الخر على رؤوس الشيعة الذين يتبركون بخر قيئهم على رؤوسهم هذا هو الذي يجري الأنكى من هذا المرجعية المعاصرة مرجعية السيستاني هي التي تبث هذا الكذب والدجل بشكل أقبح فإن الوائلي ما اكتفى بذكر هذا الكلام إنه افترى شيئا جديدا لا وجود له رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي عن إمامنا السجاد والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليها وما حصل عليها أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول الإمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحشين جذبه من ردائه قال أخي زينب يحبشيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد الغريب القنوات التي تبث هذا الهراء هي قنوات السستاني الذي يقول من أنه حسيني والحسينيون يعود نسبهم إلى الإمام السجاد كما يعرف علماء الأنساء بذلك السستاني هو علي الحسين السستاني الذين ينتسبون هذا النسب يعود نسبهم إلى الإمام السجاد وكذلك فضائيات الشيراز فضائيات صادق الشيراز وصادق الشيراز هو حسيني أيضا ينتسب إلى الإمام السجاد أي انتساب إلى الإمام السجاد هذا فضائياتكم في كل سنة في شهادة الإمام السجاد تبث هذه المجالس في كل سنة تبثون هذه المجالس في ذكرى شهادة إمامنا السجاد في فضائيات صادق الشيرازي الحسيني يعني من أولاد السجاد وفي فضائيات السستاني الحسيني يعني من أولاد السجاد ماذا يبثون؟ يبثون هذا الهراء وكل هذا الكلام الذي قاله علوائل كذب لو أنه اكتفى فقط مثل ما اكتفى أيضا بعض الفقهاء من أنهم أجابوا من أن الإمام مصاب بمرض الذرب وسكته أو تحدث به بعض الخطباء وسكته وإن كان هذا هو من أقبح القبائح لكن الوائل يتحدث بطريقة لا وجود لها لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة هكذا يقول عن إمامنا الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني والله هذا كذب وحق الحسين هذا كذب لا وجود له في أي مصدر من المصادر ما قال الإمام الباقر هذا الكلام وبقية الكلام أيضا من أنهم ينظفونه من أي شيء يا أيها الأغبياء الإمام السجاد كانوا يدخلون عليه بالماء لأنه كان مصابا بالحمى وبعد ذلك انقطع الماء وفقا لرواياتكم هذه ولرواية الوائل هذه التي كلها كذب والسيستاني يأمر الشيعة أن تأخذ دينها من هذا الوائلي السيستاني يتبنى مدرسة الوائلي هذه المرجعية ليست فقط نقلت الأكاذيب من كتاب الإرشاد وإنما أضافت أكاذيب أخرى هي أكاذيب الوائلي هذه هي مرجعية النجاف إنها مثل بولي لبعير تمشي إلى الوراء إذا كان الطوسي حذف روايات من المقنعة وجاء بروايات أخرى تتماشى مع ذوق الشافعي فذلك حال سيء ولكن الحال الأسوأ هو هذا تعتمدون رواية رواها قاتل قتل الحسين بقلمه أن نشك في كل ما قال أن نشك في كل ما كتب لأنه من الأعوان الإعلاميين لجيش عبيد الله بن زياد هذا هو حميد بن مسلم ما كان يحمل السيف كان يحمل القلم وعودوا إلى كتب التأريخ وقائع المقتل كثير منها أخذ عن هذا الكذاب حتى هذا المقتل الذي يقرأه عبد الزهر الكعبي أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل هذا موضوع بحاجة إلى بسط في القول لم تحققوا في الأسانيد مثل ما تقولون من أنكم تحققون في الأسانيد ونسبتم هذا القول الباطل إلى الإمام السجاد ولكن الأنكى يأتي السستان بعد ذلك والشيرازي في فضائياتهم كي يؤكد أكاذيب جديد على إمامنا السجاد ويبثون هذا الحديث الكاذب الذي يتقيأ به ألوائلي والأنكى من ذلك أيضا حين ننبه الشيعة على هذا الهراء يقولون هذا فكر ماسوني إلى أين أنتم ذاهبون يا أيها الشيعة إلى أين أنتم ذاهبون ما هذه الحقائق بين أيديكم وفقا لهذه الرؤية الباطلة الماء قطع عن خيام الحسين ثلاثة أيام يعني أن الإمام السجاد خلال هذه الأيام الثلاثة كان الغائط يتجمع على بدنه وعلى ثيابه وعلى فراشه وبعد أن حملوهم هل ذهبوا به إلى حمام طائحين الحاض هل بدلوا ثيابه حينما جاء لدفن أبيه ودفن الأجساد جاء وثيابه كلها غائط يعني أن الأسديين كانوا يشمون رائحة الغائط ويرون الغائط على ثياب الإمام السجاد متى ذهب ليغتسل في أي حمام غبران وبعد ذلك المسيرة من الكوفة إلى الشام يعني دخل إلى قصر يزيد ابن معاوية وهو يحمل طنا من الغائط كيف صعد على المنبر بغائطه ثولان ما كل هذا أنتم تقولون به هل سألتم أنفسكم يا أيها الأغبياء يا مراجع النجث ويا خطباء النجث هذه طريقة استنباطكم طريقة خرئية غائطية بتمام المعنى يفوح منها رائحة الغائط الذي ملأ رؤوسكم فلذا ما بدتم تشمون الرائحة الطيبة بمعاطسكم وآنافكم تعودتم على هذه القذارة الناصبية هذا الكلام حاق أو باطل ماذا تقولون أنتم ما هي هذه منهجيتكم وهذه نتائج استنباطكم أكاذيب فوقها أكاذيب رجاء أن أعيد بث فيديو ألوائلي كي يتأكد المشاهدون مما قاله هذا الأخبار والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليا وما حصل عليا أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبشيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد هذا هو منهج الطوسي وهذا هو منهج الخوئي وهذا هو منهج محمد باقر الصدر وهذا هو منهج أسيستاني وهذا هو منهج الوائلي هذا هو منهجكم لماذا تكابرون ولماذا تعاندون لماذا لا تصححون أخطاءكم لماذا لا تعتذرون عن هذه الطامة الكبرى التي أوقعتم الشيعة فيها أنتوا شاطرين فقط تضحكون على الشيعة وتسرقون أموالهم هذا كل الذي تقومون به ماذا قدمتم لإمام زمانكم ما هو الذي طرحه إعلامكم عن الحجة بن الحسن ما الذي قدمه خطباؤكم غير الهراء والقذارات والأوساخ الناصبية إلى متى تبقون هكذا لكن العتبة ليس عليكم الذي الذي يريد أن يعتب عليه أن يعتب على هؤلاء الدخيين رجاء أعرض لنا الوثيقة الدخية لا أجيب الأسمان واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنم تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قال لي مستعجب مستعجب تركب يعني خلاقا أغميش فيني كما تقول خلاقا أغميش جيمي كما تقول أغميش كما تقول أغميش فقوش ديخ تعرف ديخ أغميش ونص عباس كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عربا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش أغميش لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة الكتاب الذي بين يدي هو جواهر الكلام في شرح شراء الإسلام من الكتب المقدسة في حوزة النجف إنه مصدر من مصادر الاجتهاد والاستنباط والفقاهة بين مراجع النجف شيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 للهجرة وقد مر الحديث عن هذا الكتاب في حلقات ماضية هذا الكتاب هكذا يقولون عن من أنه معهد الفقه الجعفري هكذا يقولون عن هذه الطبعة طبعة مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة ذات المجلدات الكبيرة صفحة 143 من الجزء الرابع فيما يرتبط بالتشهد فإن حديثنا عن التشهد وعن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في صلواتنا اليومية لما وصل صاحب الجواهر إلى التشهد الوسطي والأخير في الصلاة وتحدث عن تعدد صيخ التشهد هناك صيغ كثيرة لكما يتحدث هؤلاء المعممون في الفضائيات أو على الإنترنت ويقولون لكم هذه صيغة توقيفية هؤلاء حمير من الآخر أنا أضطر لاستعمال هذه الأوصاف كي تعرفوا سوء ما نحن فيه فماذا أصنع لا أملك وسيلة أخرى على الأقل هذا ما وصلت إلي بعد تجربة طويلة من الحديث والتبليغ والإعلام أكنت مصيباً أكنت مخطئاً أنا المسؤول عن ذلك فبعد أن تحدث صاحب الجواهر عن تعدد الصيغ وهي صيغ كثيرة ماذا قال ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضاً بخبر أبي بصير الطويل الطويل يعني الصيغة الطويلة في التشهد والتسليم سأقرأها عليكم حتى تعرفوا ما الذي يجري هذا كتاب جواهر الكلام من أهم مصادر الاجتهاد والاستنباط والفقاهة وبحوث الخارج في حوزة النجف وفي سائر الحوزات الأخرى حديثنا عن حوزة النجف لأنها هي الأصل وهي الأم ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضاً بخبر أبي بصير الطويل باعتباري هو تحدث عن تعدد أفراد التشهد المراد من تعدد أفراد التشهد تعدد صيغ التشهد إلى أن ذكر ما يرتبط بالصيغة التي رواها أبو بصير فقال ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضاً بخبر أبي بصير الطويل إذ الجميع جميع الصيغ من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة فيكون الجميع واجباً لكن على التخيير فليس هناك من صيغة يقع عليها عنوان أن هذه الصيغة توقيفية هؤلاء لا يعرفون الفقه وليس لهم من الطلاع حتى على فقههم الشافعي الموجود في كتبه هؤلاء المعممون الذين يتحدثون في الفضائيات وفي الإنترنت جهال جهال لا هم الذين يفقهون فقه العطرة وهو بعيد عن منالهم ولا هم الذين يفقهون فقه الشافعي فقه حوزة النجاف فهذا هو فقه الشافعي إنه فقه حوزة النجاف هذا هو الجواهر يقول هكذا يقول من أن صيغة تشهد عديدة وكلها واجبة لكن هذا الواجب على التخيير واجب تخييري فحينما تختار صيغة تكون تلك الصيغة واجبة حينما تقرؤها في التشهد وقد قرأت عليكم من صيغ التشهد ما جاء فيها ذكر علي صلوات الله وسلام معلم فهذا الهراء الذي يتحدثون به لا أصل له لا في فقه العترة ولا حتى عند كبار فقهاء الشيعة وهذا الكلام نعود به حتى على السستان وغير السستان خبر أبي بصير الطويل سأقرأه عليكم من الوسائل مصدره الوسائل هو موجود في كتبنا الحديثية المعروفة خلاصة كلام صاحب الجواهر للتشهد صيغ عديدة كلها واجبة لكن على التخيير إذ الجميع من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة بما فيها هذا الخبر خبر أبي بصير الذي أشار إليه فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير فأنا ذكرت لكم هناك صيغ جاءت موافقة لأتباع أبي حنيفة وهناك صيغ جاءت موافقة لأتباع الشافعي وهناك صيغ جاءت موافقة للأحاديث التي نقلت عن خلفاء السقيفة وهناك 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 صيغ اختلفت عن تلك الصيغ ذكر آل محمد فيها بالإجمال وهناك صيغ ذكر فيها آل محمد بالتفصيل قطعا هذه هي التي ستكون أقرب إلى آل محمد ولكن ماذا نصنع مع هذه الحوزة الشافعية مع حوزة النجاف أنا ما قرأت عليكم من كتاب بعيد عن حوزة النجاف أو من المدرسة الإخبارية التي هي في تنافر مع حوزة النجاف هذا كتاب حوزة النجاف هذا جواهر الكلام وهذا كتاب وسائل الشيعة الذي يعتمده مراجع النجاف في عملية الاستنباط هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة منشورات المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة تسعمية أو تسعة وثماني الباب الثالث باب كيفية التشهد وجملة من أحكامه الحديث الثاني بسنده عن أبي بصير هذا الذي وصفه الجواهري حينما تحدث عن صيغ التشهد بخبر أبي بصير الطويل هو هذا سأقرأه عليكم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمام من الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل هذا في التشهد الوسط إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله بسم الله وبالله وخير الأسماء لله ويمكن أن نقول وخير الأسماء لله بسم الله وبالله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا مرتين أو ثلاثا هذا الترديد قطعا من الراوي من أبي بصير أو من الذين رووا عن بصير فإن المعصومة لا يقول هذا إما أن يقول مرتين أو ثلاثا ثم تقوم هذا التشهد الوسطي هذه الإضافات ماذا سيقول عنها هؤلاء الجهال لاحظوا التشهد الأخير ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلاة والطاهرات والطيبات والزاكيات والغاديات والرائحات والسابغات والناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب هذا تكرار تكرار ليس بالقراءة وإنما تكرار في نفس التشاهد التشاهد طويل مثل ما وصفه الجواهري أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليته وباركته وترحمته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامن علي بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم بعد ذلك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الصيغ التشهد التي يتحدث عنها فقهاء الشيحة ولكنكم تلاحظون أن كل شيء ذكر فيها إلا علي وآل علي معارض قولهم ماذا تقول أعرضوا عن هذا واذهبوا إلى الصيغ التي فيها ذكر علي على الأقل على الأقل فلتذكر الشهادة الثالثة ملحقة بالشهادة الأولى والثانية على الأقل هذا أقل الواجب هذا هو الذي أتحدث عنه حينما أقول لكم من أن الصيغ التشهد كثيرا إنها كثيرة 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 قرأت عليكم بعضا منها وهذه صيغة أخرى وصيغ أخرى موجودة أيضا هؤلاء الذين يحدثونكم جهال جهال لا يفقهون شيئا نذهب إلى فاصل